على بلك نديرو سد ونديرو موحيط مسقي ونغرسو البيتراف الشامندا بيتراف شكريان ونديرو معها لوزين تع السقع مع نديرو التورنوسول نديرو معها لوزين تع صفية الزيوت ما نديرو في النظام هذا في النظام عندما تكون فلاحة مصنعة ولكن الفلاحة بها تتطور عندنا ما يسمى اونامو في الامام الامام تحتها فلاحة تتخدم بالماتريال وتتخدم بالري وتتخدم بالاسميدة وتتخدم بالادوية هذه كامل صناعة مصخرة لإنتاج الفلاحي حين باش نخدمه سد هو لازمنا الحديد هو البراش لازمنا السيمة والسيمة هاك تصنحها وانبعد عندنا ما يسمى الإنتاج اللي يروح مباشرة الاستهلاك هاو يستهلك والفاضل يعود يتصنع تولي الفلاحة لازمها صناعة باش تطورها والمنزوج الفلاحي لازمه صناعة خفيفة باش نعودوا نحوله احنا من اللي راح النظام تعبو مدين نحاول وزارة التخطيط احنا كانت وزارة التخطيط ووزارة المالية يمشيوا مع بعضهم لأنه تداروا المحيطات المسقية لماذا؟ لأنه سنة عطيت صورة بقى الناس يفهمها يعود واحد عنده 300 قطاع يقسمها على ثلاثة مية 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 المية الأولى يديرها خضروات والمية الثانية يديرها قمح والمية الثالثة يديرها علاف وداريس للحيوانات ويدوروها هذي يقولوا لها بالعربية الفصحة الدورة الزراعية وبالقورية علمية يقولوا لها لصولمون روتاسيو هذي كين ديروا الأعلاف حنا علىه بها نديروا تربية الأبقال ونزيدو نجيبو الحليب ها نحكي لك على سبيل المثال بارسة بنيرون هذا أصبرني ذوك باش ما نحرقوش المراحل انت ذوك الآن نديروا مدخل للثمانينات ومن بعد نمروا لأمر سياسية الأستاذ بن شري انت في وقت من الأوقات كنت انت اقترحت فكرة تابو حيرا كانت الناس تكلم عليها في البداية كانت الناس ما استوعبتش الفكرة هذيك يا هل تارنت الفكرة هذي هي مثل الفكرة اللي مشافيها القذافي في الثمانينات قضية نهر الصناعي هذك وإلا هي تختلف على الفكرة نتاع القذافي لا سيامة هو أن القذافي اعتمد على المياه الجوفية فيما انت وش سمعت من خلال إكلامك هو أنك أحب تجيب المام اللي بحر من تونس يعني يا هل تارى الفكرة متقاربة يا هل تارى وفي المقابل يا هل تارى نقوله مثلا كين مخطط لهذا الفكرة اللي انت اقترحتها كين مخطط بمعنى أنه كين يتوب كين أموال نعم تفضل شوف أنا دائما بحث نبحث والشي اللي نلقاه ونلقاه نمد للوزارة تعل فيها كين نبحث ونلقى أمور تعل الطب في العشاب الطبية نمد الوزارة تعل الصناعة كين نبحث في مجال الري نمد الأعمال تعل يكون الوزارة الري أنا كنت نبحث سبع سنوات وأنا نبحث على المرضودية والمرضود في الجزائر على سبعين وكيف ندير الاكتفاء فيما يسمى الحبوب بالدرجة الأولى برسك القمح الليل في الجزائر كون ما يتسخش ما يقدر شي يمد مرضود وعلى ذلك ما نغتوح في السعر أنا كين زيت الخارطة تعل الجزائر والسهوب لقيت بلي كينة منطقة توايق السطيل والوال وجمعة والمغير الارتفاع بتاع البحر أكس إعلام البحر أو في الزيرو ارتفاع تاعو سيفر هي ناقص ربعين ناقص خمسين أنا هزيت الطموبيل تاعي وهزيت البارومتر فرسك حنا بالبارومتر مقياس هذا كلي يقص الضغط نعرف الانخيفات أو الارتفاع لقيت أنا باللي كين انخيفات كبير ولا عندي الناس اللي قرأهم معي بعد كي ما تبوهم دين وما رحوا لمريكان أنا قلت لهم ما بعتوني دي فوتو بارساطيلي أنا لقيت بلاصة منخافضة فيش طلم الغيق وشط مروانة وصير مع سونس والدنيا أنا المهم تاعي مدام ما عندناش المساحات المسقية وما عندناش مساحات كبيرة في الشمال لازم بناخدم فلاصطيت يعني ما يسمى في السهوب وفي السهوب كين 32 مليون 32 مليون قطاع بس لازم نسقيها منين راح نسقيها أنا بني فوتو بارساطيلي تلي بحثو مني من الماليكان لقيت باللي عندنا ابحار تحت الار فيه الانترقالير والتيرمينال داخل الجزائر كين 750 الف كيلومتر كاري في ليبيا كين 200 كيلومتر كاري وفي تونس كين 50 الف 50 50 الف كيلومتر كاري 150 الف خارج الجزائر 750 الف في الجزائر هذا تحتوي علمات الارض ب 66 ألف مليار متر مكعب معنتها 66 ألف مليار كنت بني هارون البارز الكبير تعني تعني جزائر أنا قلت لو كان نديرو الطاقة الشمسية ونش بدول الماء مين وكان نش بدول 5 ملاير متر مكعب 12 الف سنة ينتهي الماء هذك كيف نجد الماء قلت أنا تفاهم مع 12 سن فتحوا قانات تدخل الميد تيراني وبالطاقة الشمسية النحي والملح والملح نعود نزود الحصيات اللي عندنا يبقى المهدك إلى الآبد تم نطلع علماء نديرو الصحراوية اللي هي خضرة والفواكي ومساعة مسقية بس ضربة كبيرة في السهور كائن بين تبسة وخنشلة وبسكرة 12 مليون قطاع فيها غير الحجر والشوق هذك نطلع لها التي واج ملوات ونسقي وعلى المدهل بريبي يسقي ويخدم وكل مساحة نديرو لها موحيط يحميها ويعتبر برد تقصد الفلاحة الجبلية لا لا في الفلاحة السهبية تأسهوب تأسهوب وعندنا الماء اللي موجود في تكورت نطلعوه نسقي وبيه السهوب تأمسيلة وجلفة وتيار هي كائنا 8 ملايين اقتارات ولمات اعتي ميمون نطلعوه نسقي وبيه السهوب نتأ النعماء والبيض ومشرية النواحية سعيدة والمال أستاذ بنشريف هذا اللي يجي من تونس مالح ها المالح بالطاقة الشمسية انحليو ها عندنا الستاسيون تترى تترى من المات على البحر انحليو هندين دين سيكون نابين لدي سالمون دين والمالح هذا أصبرني برك الأستاذ بنشريف اسمحلي شوف كتعود بوحيرة فيها 26 ألف كيلومتر كاري نصف الجزائر ونصف تونس بالطاقة الشمسية انحلي الماء والماء الذي نحضر من تحتلر نحوذ نردعه تقول المياه الجوفية لا يوجد باقايا يعني يقول ماء موتا جدا وانا اهدرت مع ابو الفريقة في الدوم الكاد وحكيت له عن فروشي هذا وعطى أمر السلال قال طبق البرنامج سائل قدام تلاتين شهد في قسمطينة لتروى عفريل دوميلكان سلال بعد في دوميالسيس في الرئاسة قال لي اوجبنا بيرو ديتود من لابيرجيك وعطانا الأرقام اللي اعطيتهم أرقام مدروسين مخدمين من المريكان اها وزاد داروا في لابيرجيك وفي دوميالويت جابوا شركة تاع لا الشنان وطلعوا المال تمرست هذا التنق النووي البرمير ترانسفار في دوميالسي قلت للسلات على ما كملت ترانسفار باش نخدموا السور قال لي ما تفاهمناش في مشل الحكومة لمن نمدو الأراضي قال لي مشموعة الوزارة قالوا نمدوها اللي بريفير جزائري ومشموعة قالوا نمدوها للخارج ومشموعة قالوا ندروها تاع الدولة صار قلت لكي ما تفاهم تون ما البلاد ما تتخدمش هزي تلم الفاتحة وقلت وقلت يضرب كما تجد وهذا يجب في الهدوك كما رغم بالوزارة وبرؤسة الحكومات نعم وما فهمت من خلال كلام أستاذ بن شريف هو أن أن نكمل أخو برك حاجة نعم